هذا هو شكل عضلات الروتيتور كف أو الكفة المدورة أربعة عضلات تمسك بمفصل الكتف من ثلاثة اتجاهات كالكفة لما أن الكتف يتمتع بأوسع مجال حركة في جسمك لذلك يحتاج حماية واستقرار ديناميكي أثناء الحركة كما وأثناء السكون هنا تأتي وظيفة عضلات الكفة المدورة وهي تثبيت ديناميكي لرأس عظمة العضب داخل تجويفه الأملس في مفصل الكتف لكي يدور هذا الرأس الكروي بدون أن يصطدم بالأنسج الحساسة المحيطة به أثناء تحريك ذراعك ولكن أي إصابة لهذه العضلات سيبطل مفعولها وسيحول حتى أبسط الأنشطة اليومية مثل رفع ذراعك أو تمشيط شعرك أو ارتداء الملابس أو حمل أدواتك بحركات مؤلمة صعبة الأداء وستضعف حركة كتفك يوصف الألم الناتج عن إصابة الكفة المدورة بأنه ألم عميق في الكتف كليل مستمر مزعج أثناء النوم إصابة عضلات الكفة المدورة هو سبب 90% من آلام الكتف وإذا تركت دون علاج فقد تؤدي إلى فقدان الحركة أو ضعف مفصل الكتف بصورة دائمة لذلك بهذه الحلقة سأشرح البروتوكول الطبي لتأهيل عضلات الكفة المدورة بالتمارين التصحيحية المصممة بعناية لعلاج أي ألم تعاني منه في الكتف نهائيا فضلا نضغط على زر الاشتراك يا عزيزي اشتراكك مهم لأنه الدافع الأكبر لنصنع المزيد من المحتوى أنا الدكتور فارس عرب وحلقة جديدة من سكون مت تابع معي حب أشكر كونزل ميد على رعاية هذه الحلقة كونزل ميد هي أكبر منصة للخدمات الطبية في أوروبا والشرق الأوسط كونزل ميد بتوفر خدمات الاستشارة الطبية عن بعد مع أفضل الاستشاريين من دول مثل ألمانيا وسويسرا وبريطانيا وغيرها الكثير لو عندك مشكلة طبية وما عرفت توصل لتشخيص كونزل ميد بتوصلك بأفضل طباء العالم وبتوفر عليك السفر وفي حال احتجت تسافر فالشركة نفسها بتوفر لك الإجراءات والجوازات والمترجم في الخارج وفوق كل هذا بتوفر توصيل الأدوية الأجنبية لباب بيتك حمل تطبيق كونزل ميد الرابط بوصف الفيديو والآن لنرجع لموضوعنا سبب إصابة عضلات الكثة المدورة هو بالأصل ضعف عضلات الكثة المدورة هذه العضلات مسؤولة عن استقرار الكث أثناء حركة الذراع تحدث الإصابة عند ضعف أحد العضلات فيختل توازن القوى على جوانب المفصل وتسبب الاحتكاك مع العظم ومن ثم تآكل أنسجة الوتر وتمزقها مع مرور الوقت وتتفاقم الإصابة خاصة أثناء الأنشطة التي تتطلب حركات سريعة أو رفع الذراعين فوق مستوى الرأس بشكل متكرر أو رفع أغراض تقيلة لفترات طويلة أو أثناء السقوط أو التعرض لحادث عفان الله وإياكم بروتوكول تأهيل عضلات الكثة المدورة يتم عن طريق برنامج تمارين تقوية تصاعدي بالتدريج يصعب استهداف هذه العضلات بتمرين منفرد لذلك يجب ممارسة بروتوكول أكثر شمولا يتضمن ثلاثة تمارين على الأقل وبعدة زوايا وخلال ستة أسابيع مهما كان العمر ومهما كان نوع الإصابة حاشرح الآن هذا البروتوكول وهو مقسم لستة أسابيع ابدأ بالأسبوع الأول ومارس التمارين مرة إلى مرتين في اليوم حسب الحاجة لمدة أسبوع ثم تركها وانتقل لتمارين الأسبوع التالي وهكذا حتى تكمل الأسابيع الستة كلها مارس جميع التمارين كما هو موضح لتحصل على أفضل النتائج يلا نبدأ لنبدأ بتمارين الأسبوع الأول إذا كنت تعاني من ألم يصعب عليك حركة الكتف فأفضل علاج هو تمرين الشد بدون حركة أمسك مطاط تمرين أو عصى بيديك الكفين متجهة للأعلى وارفع المرفقين بزاوية قائمة بهذا الشكل للقيام بالتمرين دور الأكتاف للخارج لكي تشد مطاط التمرين أو سحب العصى للخارج بقدر ما تستطيع بهذه الطريقة شد عشر ثواني أو أكثر بقدر ما تستطيع ثم استرقي وكرر ذلك لمدة ثلاثة إلى خمسة دقائق بعد عدة أيام ومع تحسن أدائك للحركة أو تقفيف الألم اقدم بالتمرين كالتالي اعكس الكفين لتتجه للوراء ومد المرفقين لتصبح مستقيمة بهذا الشكل أخيراً حرك الأكتاف للجوانب لكي تشد المطاط أو العصى للخارج بهذه الطريقة عد عشر التواني أو أكثر ثم استرقي وكرر ذلك لمدة ثلاثة إلى خمسة دقائق وأخبرني بتجربتك في التعليقات بعد ذلك ننتقل لتمارين الأسبوع الثاني التمرين الأول تمرين تدوير الكتف بوضعية الاستلقاء الجانبي استلقي على جانب الكتف السليم بهذا الشكل أمسك دمبل أو بطل ماء بوزن مناسب لك بين واحد إلى خمسة كيلو ثبت المرفق على الجذع بزاوية قائمة بهذا الشكل أخيراً دور الكتف بترفع الوزن لأعلى مستوى ممكن ثم عد لنقطة البداية بهذه الطريقة كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل عشرة عدات وبعد الانتهاء انتقل لتمرين الذراع الأخرى بنفس الطريقة وأخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثاني تمرين تدوير الكتف للخارج بمقاومة المطاط ثبت مطاط التمرين بمستوى المرفقين وقف بجانبه مواجهة الكتف السليم بهذا الشكل الآن ضع منشفة فوق مرفق الجانب المصاب واضغط عليها بدراعك بهذا الشكل أمسك طرف المطاط وارفع المرفق بزاوة قائمة أخيراً دور الكتف لكي تسحب مطاط التمرين للخارج بهذه الطريقة المنشفة مهمة جداً وبدونها لن نستهدف عضلات الكفة المدورة لذلك احرص على استخدامها وتثبيتها جيداً طوال التمرين كرر الحركة 30 مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل 10 عدات وبعد الانتهاء انتقل لتمرين الضراع الأخرى بنفس الطريقة وأخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثالث تمرين تدوير الكتف على الركبة اجلس وارفع ركبة الطرف المصاب بهذا الشكل ثبت المرفق على الركبة بزاوة قائمة بهذا الشكل أمسك دمبل أو بطل ماء بوزن مناسب لك بين 1 إلى 5 كيلو أخيراً دور الكتف لترفع الوزن لأعلى مستوى ممكن ثم عد لنقطة البداية بهذه الطريقة كرر الحركة 30 مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل 10 عدات وبعد الانتهاء انتقل لتمرين الضراع الأخرى بنفس الطريقة وأخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الأول تمرين تدوير الكتف للداخل بمقاومة المطاط ثبت مطاط التمرين بمستوى المرفقين وقف بجانبه مواجهة الكتف المصاب ثبت المنشفة فوق المرفق بهذا الشكل أمسك طرف المطاط وارفع المرفق بزاوية قائمة أخيرا دور الكتف لكي تسحب مطاط التمرين للداخل ثم عد لنقطة البداية بهذه الطريقة المنشفة مهمة جدا وبدونها لن نستهدف عضلات الكثة المدورة لذلك احرص على استخدامها وتثبيتها جيدا طوال التمرين كرر الحركة 30 مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل 10 عدات وبعد الانتهاء انتقل لتمرين الضراع الأخرى بنفس الطريقة وأخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثاني تمرين تنوير الأكتاف بزاوية قائمة بمقاومة المطاط ثبت مطاط التمرين بمستوى المرفقين وقف مواجهة للمطاط بهذا الشكل أمسك طرفي المطاط بيديك ورفع الأكتاف والمرفقين لتصنع زاويتين قائمة بهذا الشكل أخيرا دور الأكتاف للخلف مع الحفاظ على الزوايا القائمة ثم عد لنقطة البداية بهذه الطريقة احرص على ثبات جدعك طوال التمرين كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل عشرة عدات وأخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثالث تمرين السحب من الأسفل بمقاومة المطاط قف مواجهة للمطاط بهذا الشكل أمسك طرفي المطاط بيديك والكفين متجهة للأمام والدراعين مستقيمة بهذا الشكل أخيرا حرك الأكتاف لكي تسحب المطاط لإرجاع الدراعين للوراء ثم عد لنقطة البداية بهذه الطريقة احرص على ثبات جدعك وشد المرفقين باستقامة طوال التمرين كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل عشرة عدات وأخبرني بتجربتك في التعليقات تمارين الأسبوع الرابع التمرين الأول تمرين فتح الصدر بمقاومة المطاط ثبت مطاط التمرين بمستوى المرفقين وقف مواجهة للمطاط ارفع الأكتاف بزاوية قائمة ومد الدراعين باستقامة للخارج بهذا الشكل أخيراً حرك الأكتاف لكي تسحب المطاط لإرجاع الدراعين للوراء ثم عد لنقطة البداية بهذه الطريقة احرص على ثبات جدعك وشد المرفقين باستقامة طوال التمرين كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل عشرة عدات واخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثاني تمرين رفع الدمبلز بزاوية 45 درجة المرحلة مستوى الأكتاف قف وأمسك دمبلز أو بطل ماء بوزن مناسب لك بين 1 إلى 5 كيلو للقيام بالتمرين ارفع الدراعين إلى مستوى الأكتاف ثم عد لنقطة البداية بهذه الطريقة لاحظ أن زاوية الرفع هي 45 درجة أي نصف الزاوية بين الرفع للجانبين والرفع للأمام بهذا الشكل احرص على ثبات جذعك وشد المرفقين باستقامة طوال التمرين كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل عشرة عدات واخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثالث كمرين البوشب على الركب انزل على الأرض واتخذ وضعية البوشب واسنج جسمك بوضع اليدين تحت الأكتاف مباشرة من الأعلى وارجع الركب من الأسفل للوراء بقدر ما تستطيع بهذا الشكل ومد الدراعين باستقامة أخيرا اثن المرفقين وانزل جذعك باتجاه الأرض بقدر ما تستطيع ثم عد لنقطة البداية بهذه الطريقة كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل عشرة عدات واخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الأول تمرين سحب الأكتاف فوق الرأس بمقاومة المطاط قف مواجها للمطاط وارفع الأكتاف للأعلى ومد الدراعين باستقامة للخارج بهذا الشكل أخيرا حرك الأكتاف لكي تسحب المطاط لإرجاع الدراعين للوراء ثم عد لنقطة البداية بهذه الطريقة احرص على ثبات جذعك وشد المرفقين باستقامة طوال التمرين كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل عشرة عدات واخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثاني أي نصف الزاوية بين الرفع للجانبين والرفع للأمام بهذا الشكل احرص على ثبات جذعك وشد المرفقين باستقامة طوال التمرين كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل عشرة عدات واخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثالث تمرين البوشب على الكرسي أمسك طرفي مقعدة الكرسي بيديك وأرجع الأرجل للخلف ليستقيم الجذع بهذا الشكل الآن اثن المرفقين وأنزل جذعك باتجاه الكرسي بقدر ما تستطيع ثم عد لنقطة البداية بهذه الطريقة احرص على استقامة الجذع وفرد الضراعين باستقامة طوال التمرين كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل عشرة عدات واخبرني بتجربتك في التعليقات وأخيراً تمارين الأسبوع السادس التمرين الأول تمرين نصف الدائرة بمقاومة المطاط ثبت مطاط التمرين بمستوى المرفقين وقف مواجهاً للمطاط وارفع الأكتاف للأعلى ومد الدراعين باستقامة للخارج بهذا الشكل أخيراً شد المطاط وحرك الأكتاف لتدوير الذراعين للأسفل على الجوانب لترسم نصف دائرة ثم عد لنقطة البداية بهذه الطريقة احرص على ثبات جذعك وشد المرفقين باستقامة طوال التمرين كرر الحركة ثلاثين مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل عشرة عدات واخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثاني تمرين رفع الدمبلز بزاوية 45 درجة المرحلة فوق الرأس قف وأمسك دمبلز أو بطل ماء بوزن مناسب لك بين 1 إلى 5 كيلو للقيام بالتمرين ارفع الذراعين إلى مستوى فوق الرأس ثم عد لنقطة البداية بهذه الطريقة لاحظ أن زاوية الرفع هي 45 درجة أي نصف الزاوية بين الرفع للجانبين والرفع للأمام بهذا الشكل احرص على ثبات جذعك وشد المرفقين باستقامة طوال التمرين كرر الحركة 30 مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل 10 تعدات واخبرني بتجربتك في التعليقات التمرين الثالث تمرين البوشب انزل على الأرض واتخذ وضعية البوشب اسنج جسمك بوضع اليدين تحت الأكتاف مباشرة من الأعلى وعلى أصابع الأرجل من الأسفل وشد الجذع لكي يستقيم بهذا الشكل أخيرا اثني المرفقين وانزل جذعك باتجاه الأرض بقدر ما تستطيع ثم عد لنقطة البداية بهذه الطريقة احرص على استقامة جذعك وفرد المرفقين باستقامة طوال التمرين كرر الحركة 30 مرة على الأقل مع فاصل دقيقة بين كل 10 تعدات واخبرني بتجربتك في التعليقات وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع نصائح وتمارين القناة في التعليقات أنا الدكتور فارس عرب وأتني بجسمك إن روحك تسكن فيه أتمنى أنك استفدت من متابعة قناة سكون ميد بصناعة المحتوى نوظف نوارد بشرية جبارة لجمع الحقائق الطبية والحلول المطبقة عمليا مع التأكد من مصادرها وفعليتها ونقدمها لك بطرق محببة ومبسطة بدون أي انحياز مادي أو ديني أو سياسي هدفنا واضح وهو الاهتمام بالصحة العامة فقط لكي تستمر القناة يجب أن نتعاون معا لأن هذا العمل مكلف جدا جدا أدعوك بالانتساب الشهري بالقناة أو التبرع من خلال زر الشكر دعمك المادي للقناة ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم بنشر محتوى صحي هادف يساهم بتخفيف الألم عن ملايين من البشر وأسأل الله لنا ولكم توام الصحة والعافية